موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج راي راي في ذكرى صدور الدستور الكويتي نهن القيادة السياسية ونهن أنفسنا ونهن الشعب الكويتي بهذه الذكرى الذكرى الخامسة والخمسين وصدور الدستور والدستور يعني بهذه المناسبة وبهذا اليوم نستذكر أكثر المواد جدلية ربما وهي المادة الثانية من الدستور التي تؤكد بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي في التشريع والمطالبات المستمرة لعشرات السنوات بتعديل المادة الثانية من الدستور وإضافة الألف واللام بحيث يكون الإسلام هو المصدر الرئيسي في التشريع هذا ما عرفناه يعني من وعينا ومن عرفنا الدستور الآن مع التطور اللي قاعد يحصل في المنطقة العربية تحديدا بدأت الآية وكأنها تنقلب يعني مطالبات جديدة بدأنا نسمعها بربما إلغاء المادة الثانية من الدستور علمنة مع التوجه مع التوجه اللي حاصل الآن في المطالبات بعلمنة المنطقة وعلمنة دول الخليج التيار الإسلامي اللي كان مهاجم في هذه المعركة وفي هذه المناظرات المستمرة ربما يلعب في العشر أو العشرين سنة القادمة كموقع مدافع عن البقاء على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي بتشريع حتى من غير ألف واللام الله العالم، سألنا الناس عن هذا الموضوع ورأيهم في علمنة دول الخليج وكانت هذه نتيجة الاستفتاء نسبة 50% من الناس رفضوا علمنة دول الخليج رفضوا كان الآن بدأت المروضة 50% قالوا لا لعلمنة دول الخليج 19% موافقين على العلمنة و 31% يسألون ما هو المقصود في العلمنة أنا شخصياً ولا أجزب لكني شبه متأكد بأن الموافق على العلمنة والرافض للعلمنة اللي هما يمثلون يمكن 70% من المصوتين لا يعرفون بشكل جيد وبشكل دقيق مفهوم العلمانية أنا واحد منهم أيضاً لا أفهمها بشكلها يعني النظري أو السياسي في عندنا نقص كبير في فهم هذا الموضوع وهذا المصدف ولذلك نحن في برنامج راي راي حرصنا أن في هذه الحلقة نحن نناقشها كمفهوم بحيث المشاهد يستفيد منها ثقافياً وممكن أنه يبني في المستقبل قناعاته فيما يخص هذا السؤال اللي راح يبقى لربما عشرات السنوات مطروح في الساحة السياسية وفي المشهد السياسي الخليجي والعربي نشوف هذا التقرير وبعدها نرجع لضيوفنا داخل الاستوديو في مثل هذا اليوم قبل خمسة وخمسين سنة شيد الكويتيون دستورهم الذي ارتضوه نظاماً للحكم واستظلوا بظله طوال تلك السنين التي شهدت تطورات وتحديات عديدة فعاشوا أفراحاً وأتراحاً ونجاحات وإخفاقات السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن ألا يجدر بالكويتيين أن ينتقلوا لدستور جديد يواكب العصر والتحديات الجديدة؟ وإذا قلنا أن أهم نقطة في هذا الانتقال هي هوية الدولة وطبيعة نظامها السياسية علماني أم إسلامي فأي النظامين مناسب لواقع الكويت والمنطقة وهل العلمانية هي مخرج من فوضى علاقة الدين بالسياسة واستغتلاف تفسيرات الدين؟ وهل تشكل العلمانية مدخلاً للإصلاح السياسي أم إلغاءاً للتأثير الديني؟ ماذا عن العلمانية كمشروع للسلام الإقليمي؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نطرحها على ضيفينا في الستوديو الدكتورة شيخ الجاسم والمحامي أسامة لمناور في حلقة جديدة من برنامج راي وراي نحن لدينا شريعة تحكمنا دولة الكويت هي دولة مدنية هذا يعني شيء لا شك فيه ولا رجعته فيه في عندنا مشكلة صارت بالثقافة الإسلامية ما نقول بالإسلام مو المشكلة بالإسلام بس بالثقافة الإسلامية الموجودة الحين هذا يبيلها إعادة نظر يبيلها غربلة مو معقول شباب لحد الحين يطلعون من دولنا من اللي كان أمس ما قولوا اليوم كاتبين واحد كويتي نضم إلى داعش كان يدرس بالبحرية في بريطانيا ونضم إلى داعش وهذا سعودي لا في عندنا مشكلة وإني أدعو زملاء النواب على التوقيع على طلب تعديل المادة 79 من الدستور غدا سيكون جاهزا غدا لديهم وهذا أقل ما نقدمه لشريعتنا وإن لربك عليك حقا هذا خيال الآن اللي قاعد يتكلمون فيه المنطق يقول أن هذه دولة مدنية مهمة دولة دينية في عدة بيتحاولينها إلى دولة فقهاء ونهاية يسود الفقه الأكثر باتباعي يقولوا لنا نهاجر الكويت دولة مدنية حقيقة بعض العلمانيين الذين يرون نصف مجلس الأمة إسلامي هذا أمر يمثل كابوس بالنسبة لهم أدعو الناس وخصوصا الأساتة عندنا في كلية الشريعة أن روحوا مرة ثانية وقروا التراث التراث الإسلامي التفسير أمنع التعري يحط يعفوا أن يكون حط من كرامة المرأة مثل ما قالوا مثل ما بعض الصحف صوروا أن انتهاك الحقوق الفردية والشخصية كلام غير صحيح مدام قاعد تطلع لنا حالات إرهابية ومتعددة هالكثر معناته في عندنا مشكلة في التراث الإسلامي تعالوا يا مختصين رجعوا مرة ثانية وشوفوا النصوص هل في عندنا شيء نحتاج انطورا عدلا عدل صياغته يمكن ندرسه مرة ثانية يمكن هو مو صحيح أعدو لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل ورح يبضيه في داخل الستيديو أستاذ الفلسفة في جامعة الكويت دكتورة الشيخ الجاسب حيث الله يا دكتورة الله يحيي شكرا لتلبيت هذه الدعوة حيات والمحامي يسامة المناور حيات الله أبوحمد الله يسلم شكرا لتلبيت هذه الدعوة شكرا لك أبدي معاتش دكتورة في سؤال بسيط جدا شنو تعني العلمانية أوكي هذا سؤال وايد مهم لأنني لاحظت أن في وايد ناس ما يعرفون شيء العلمانية ورابطين أصلا العلمانية بفكرة الإلحاد رابطين العلمانية بفكرة الإنحلال وهذا شيء غير صحيح ما هي العلمانية الحين هي نشأت من البدايات في القرون الوسطى لما كانت سلطة الكنيسة طبعا في أوروبا سلطة الكنيسة على الشعوب ومثل ما تقول الهدنة أو التخادن اللي صار ما بين الملوك وما بين الكنيسة لإخضاع هذه المساكين الشعب فظهرت هذه الفكرة اللي هي فكرة أننا نفصل الدين عن الدولة نخلي الدين مكانة في الكنيسة والدولة هي اللي نديرها ونصيغ القوانين ونطورها ونكون الحجج ملوتنا على أساس دنيوي وليس ديني هذا في أساسها طبعا العلمانية حتى فيها لحد الآن يعني لو بتكلم عنها محاضرات ومحاضرات وفيها مدارس متعددة وفيها تطبيقات متعددة التعريف ليانا كمشاهد بصير باختصار حق نحني اللي ناسبنا بالخليج هو فقط أننا في الأمور الدنيوية بمعنى السياسية اللي تخص حياتنا اليومية نفصل الدين عن السياسة بمعنى إذا كنانا بنناقش سؤال أو مسألة تخص حياتنا السياسية فما رح نقول لحظة نروح ناخذ فتوى من الأوقاف ولا نسأل شيخ دين لا ننظر في هل هذه المسألة يعني من الأفضل نحن ناخذ الخيار ألف ولا الخيار باء الأفضلية تكون لشنو مو إش كثر رحسن عندنا حسنات يوم القيامة لا هل هذا في مصلحة الشعب هل هذا في مصلحة الدولة هل هذا يصب في مستقبل الدولة الأجيال القادمة يعني ننظر لها بمسألة ما لها علاقة في الغيب ولا في السيئات والحسنات ولا في تطبيق شرع الله ننظر لها فقط بأنها مسألة دنيوية الحين هل هذا يعني أننا إحنا كناس علمانيين لا نصلي أو لا نصوم أو ليس لنا أديان لا هذا طبعا غير صحيح وحتى في الدول العلمانية اللي في أوروبا وأمريكا حاليا الكثير منهم ملتزمين بالكنيسة أو بالمساجد أويا كانت الديانة هذا يعني العلماني مو بالضرورة كافر طبعا ما لأي علاقة ما لأي علاقة يعني ممكن يكون علماني ومتدين ممكن طبعا بالعكس أصلا العلمانية فيها نوع من المحافظة على الدين بمعنى شنو بمعنى أحيانا شنو يصير بسبب هذه المثل ما تقول الاتفاقية ما بين رجل الدين ورجل السياسة أو الحاكم ورجل الدين يصير والله الحين إحنا ما نبي نعطي مثلا النساء الحق الفلاني فيتعال يا رجل الدين طلع لنا فتوى بعدم جواز الحق الفلاني للنساء بعد عشر عشرين سنة ها والله تغيرت الظروف نبي نعطي النساء هذا الحق تعال يا رجل الدين نفسك أنت وتغير لنا الفتوى هذا لعب في الدين وهذا يعني يخلي الناس لو بتلاحظون الآن في وسائل التواصل الاجتماعي الناس قاموا يعني حتى بدأت تتجرأ على رجال الدين وهذا شيء سيء ليش؟ لأن المفروض أن رجل الدين لها مكان تأهو يقول رايا أنت كإنسان تريد أنك تلتزم برايا رجل الدين فهذا شيء خصك يعني فالعلمانية قد تكون حماية للدين حماية للدين وحماية لحقوق الناس الأثنين واضح وأحمد نفس السؤال وكأني ما سألت الدكتورة عن تعريف العلمانية أنا بتعريفك أنت للعلمانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هي طبعا أقدر على شرح العلمانية بما أنها أستاذة تدرس الفلسفة هي طبعا سيكيولر لا أدري إذا كنت نضقها صح ولا دكتورة سيكيولر سيكيولر فمعناتها شنو؟ المعنى الترجمة عفوان شنو هي؟ العلمانية نحن نترجمها العلمانية نحن نترجمها العلمانية لن تجد علماني عرب يعطيك ترجمة حقيقية أبدا سيكيولر يعني لا ديني هذا الترجمة الحرفية لها وهذا كان يجد إقناع عند الأوروبيين خاصة من العصور الوسطى لكن ما يقدر اليوم أي علماني يقول لك لأن الإنسان بطبيعته بفطرته يعني مرتبط بالدين ما يقدر يعزل الدين بالكامل خلني أستعرض لك على عجالة يمكن الدكتورة بسطت شوي مسألة العلمانيين في العصور الوسطى لا المسألة كانت كارثية يعني أحد البابوات أصدر فتوى عنده وقال اقتل القطط لأنها تمثل عبدت الشيطان راح أقتل القطط فانتشر الطاعون وقتل أربعين مليون إنسان طيب الآن نبي نعالج قال ما يجوز تعالجون الأوبئة والأمراض لأن هذا يعتبر مخالفة لقدر الله كان تفكيراً شديد يطلع أحد العلماء اللي هو برانو قال الأرض تدور حول الشمس يعني ثبت لي علمياً أن الأرض تدور حول الشمس قال كيف تقول أن الأرض مهي مركز الأرض لا الأرض اللي فيها المسيح وصلب فيها المسيح إيه مركز الأرض؟ أخذوه وأخذوه وأتهموه بالهرطقة وأحرق حياً بعد فترة قاليليو اخترع التلسكوب فأصبح الأمر عنده واضح الرجل شاف أنه لا إحنا عبارة عن جرم من الأجرام السماوية الكثيرة الشمس إيه المركز وإحنا نلف حول أنفسهم ونلف حول الشمس التهن على الرغم من أنه كان له مكانه أيضاً بالهرطقة واستدعي إلى الكنيسة وكانوا يهددون بالقتل والحرق تراجع الرجل فالكنيسة كانت تحارب العلم مثل هذه الأمثلة يعني ضرورية علشان المشاهد يعرف شنو أصل العلمانية وليش الدين مكروه عندهم في أوروبا في هذا الوقت فتتفق على البعد التاريخي لا لا بس موها البساطة لا لا ما عليهم ليش الناس يعني خافوا وكرهوا الدين بالنسبة لهم طبعاً أعوذ بالله من الشيطان رجيم ولو كان من عندي غير الله لو وجد فيه اختلافاً كثيراً هذه المشكلة أنه ما هي التوراة ولا هو الإنجيل اللي نزل سواء على موسى ولا على عيسى عليه السلام وهو حرف علشان تشديه كانوا الناس يرون الكنيسة مستبدة تسرق أموالهم متسلطة على سبيل المثال الناس شافت أن الصواعق كثرت قالوا إيه هذا لأنكم أنتم ما تدفعون العشور وما تصلحون الكنائسة اللي خربت بس بو أحمد ترى هذا لما الحين نفس الفكر موجود يعني لو بتشوف في واحد انتشر تأذني ليس أنا ما قاطعت تدكتور لا 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 إذنتي لو سمحت لو سمحت أنا بس أكمل لو سمحت أخليكمل التعليم قالوا أن البرق والصواعق نتيجة أنكم ما تدفعون لنا الفلوس نعم طالع عالم اسمه بن يامين فرانكلين قال يا جماعة المسألة البرق والتحديدا الصواعق نعم شحنات كهربائية حطوا كل واحد يحط عند بيتها حديد خضيب حديد نعم وانتهت تمام قاموا يقاومونها الكنائس إلى أن وقع زلزال في بوستن قالوا هذا عشان تحطيته الخضيب يعني شوفوا لأي درجة معنا إن نرجع لآخر شيء وصلنا ليه أو حتى هذه كانت مرحلة قبل ليس يكون كل غفران كانوا يأخذون الناس يعطونهم يقولوا عطني أنا ورقة أعطيك الحين في موجة في الورقة هذه جزء من الجنة القصة الشهيرة اللي راح لهم أعتقد يمكن المشاهد ما يعرفها راح لهم أعتقد أنه كان مارتن لوثر وقال لي بيع الجنة يبيع النار قالوا نعم صحيحي قالوا أشتري النار قالوا أشتري النار شرى النار وراحق الناس وقال لهم أنا خذيت صك بالنار أبشركم ترا سكرتها ما راح حديد يتخل النار فمحة صار يستري الجنة ردوا وشاروها من نبع ضعف مضاعفات الناس كانوا يعانون من الكنيسة الكنيسة مثل ما قلت لك كانت تسرق أموالهم هذا أهم عندهم مبرر لفصل الدين مبرر لها مسويغاته الناس تضررت في أموالها في أنفسها دين يحارب العلم يحارب العلم وكل شيء منطقي قاعد يحاربه وضد كل حقيقة علمية تعال من جهة أخرى عند المسلمين أول كلمة قال يقرأ عدل صحيح ماشي البعدها النبي عصاد السلام في حديث صحيح يقول طلبوا العلم فريضة على كل مسلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كل هذا حظ على العلم النبي عليه الصلاة والسلام لما أتالى حس زيد بن ثابت صحابي صغير قال يا رسول الله أنا بجاهد شاف صغير قال لو حفظ القرآن لما رأح حفظ القرآن فترة بسيطة قال حفظته قال حفظته قال إذن فاذهب بعد ابنك وتعلن نغة يهود حظ على العلم نعم فهذا الخلاف بينه وبينه ورد عفوا ورد هم لما وصفت في كلامها للدكتورة قالت احنا بالأمور الدنيوية خلنا نفصل الدين عن الدولة مو أنا ولا هي حضرتها يعني تقول النبي عصاد السلام قال قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم رأى بعض الصحابة بالعامية يلقحون النخل قال لو لم تفعلوا لكان خير لكم تركوا ما قالوا يفعلون ففسد النخل فقال يا رسول الله قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم هذه حقيقة إسلامية علمية شرعية ففي فصل عندنا بين شؤون دين وشؤون دين اه المسائل الأخرى هذه مرئيات اتفق أو اختلف معك فيها في ثوابت ما أضل حتى الدكتورة تختلف معي فيها يعني الإسلام لا يتعارض مع العلمانية بشكل أو بآخر لا 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 في الأمور الدنيوية لا يتعارض على أطلاقها في الأمور الدنيوية اللي ما أورد فيها نص أعتقد حتى الدكتورة معي في الأمور اللي فيها نص متافقة معاي هذه من المسلمات لأنه نازل فيها نص سوى بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن الكريم لأن الكفر أو جحد أي آية معناتها كفر بالدين كله فهذه الكلمة متفق عليها أظن أن الكلمة متفق عليها أو أفترض ذلك أما الأخرى فكثير النبي عليه الصلاة والسلام حتى في منزل قبل حرب أو معركة بدر نزل في منزل قالوا ما هذا بنزل يا رسول الله إن لم يكن طبعا وحي قال له هو الرأي والمكهيدة والمشهورة رح أرجع لك كان عندك مداخلة لتعريف الدكتور عندي تقريبا أربع نقاط أنا من نوع اللي سريعة يعني ما رح أخذ وقت وايد بالنسبة لللا ديني يعني فيت أنا طبعا اختصرت الكثير من الشرح ولكن لو تشوفوا الكتابات اللي تتكلم عن العلمانية أحيانا يعني يقولون هل هي علمانية بكسر العين ولا علمانية بالفتحة على العين لأن إذا علمانية نأخذها من العلم وإذا علمانية معناتها من العالم شؤون العالم في الحالتين ما أختلف معاني هي اللا ديني ولكن مو اللا ديني بمعنى الكفر اللا ديني بمعنى أننا في أمور الدنيا ليس لنا علاقة بما يقوله الفقهاء هل حتى بما نص القرآن على تحريمه؟ يعني على سمير المثال تشريع الخمور مثلا في نص قرآني لكن الدولة العلمانية تبيح الخمور للمسرح العامة أو لمسرحة اتصادية حتى أي مسوق؟ بس حتى تحريم الخمور يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة الكثير من الفقهاء طبعا أنا ضد الخمور مهيبا لكن كثير من الفقهاء بعضهم يعني بيحون شرب الخمر يعني فهذه أمور دائما دائما كان في تدرج دكتور دائما أعرف هذا الكلام كان في تدرج لكن بالنهاية أننا الخمر والميسر والأنصاب والإزلام يجسون من عمل الشيطان فأجتنيبوا ولكن أنا أتكلم أن هناك فقهاء لهم آراء مختلفة فيما يخص هذه الأمور في تفسير النصوص القرآنية في تفسير اسموه بالخمر لا هذا جمع لا الخمر حجاب المرأة الكثير من الأمور التي تستخدمها هي أشهدها ولكن بس علشان يكون النقل دقيق الناس قاعد تابعك طبعا وهاب لهم الغرض موضوع الخمر ترى يا جماعة ما في خلاف أبدا الفقهاء هذا بالنسبة لك مو بالنسبة لي هذا نرجع لا نفصل بخمر بالنسبة للنقاط الثانية مثلا تكلموا أحمد عن والله شافوا البرق والصواعق وكأنها مثلا هذه كوارث لأننا ابتعدنا عن الدين هذا ما زال الفكر موجود حتى عندنا هنا في ثقافتنا من يصير عندنا شيء قلنا هذا مثلا بسبب ابتعادنا عن الدين أنا ما قلت ابتعاد عن الدين هم قالوا ابتعاد ما دفعتوا العشور هم ربطوها في مصلحتهم شخصية هاي نفس الفكرة يعني هذا مصلحة شخصية ومصلحة دينية بعدين بالنسبة لغاليليو والعلماء اللي كانوا يقولون بأن الأرض مثلا دائرية وأن الأرض ليست مركز الكون وغيرها ترى هذا لحد الحين نحن عندنا ذا تذكرون في واحد طلع يتكلم أحد شيوخ الدين اللي يقول ذا الكرة أرضية الدور كان أنا الحين ومسك الكوب وقال إذيك كان أنا الحين أصير لما أطير أنزل في الصين مع أنه هو في السعودية يعني مثلا وفي أيضا أتذكر بن باز أيضا قال بأن الأرض ليست دائرية ولكن مسطحة يعني نفس الشواهد اللي قال موجودة عندنا في مشايخنا في ثقافتنا على كل حال ما قتل يعني حتى اللي قال شذي برأيه ما قتلوه هناك حرقوه والثاني حاكمو إلى أن تراجع قاليليو من أكبر علماء في التاريخ بالرياضيات وبالفلك وبغيرها ولكن ليست هذه الشواهد تراجع مسكين في النهاية هذه الأشياء المتعددة هي السبب الألمانية يعني نحن لا ننسى قامت تكلم عن بقعة كبيرة أو ربا بكل دولها وقامت تكلم عن أمريكا يعني مثلا في بريطانيا كانت في البداية الملك يعتقد أو يعتقدون الناس وبعض الناس المؤيدين له بأنه هو ملك بسبب أن الله حط ملك عليهم وهذه كان تحتاج الفصل ليش لأنك إذا أنت موجود عليهم باسم الله أو من الله فأنت ما يقدرون شيلونك حتى لو كنت أنت إنسان فاسد فعلشان شي تطورت العلماني قالوا لا أنت تحكمنا لأن نحن حطينا عقد اجتماعي ولأن نحن ارتضينا فيك وكذا وبذلك أن نحن يحق لنا أن نحن نشيلك هذه كانت له أسباب يعني نشأة العلمانية أما المثال الأخير الذي ذكر ابو أحمد جميل أنتم أعلن أعلم بشؤون دنياكم هذا الحديث طبعا حديث حديث لما مر الرسول على الناس ولقحون النخل وكذا وعطاهم استشارة وطلعت استشارته خطأ فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني هذه علمانية هذه أسس العلمانية إذا بتسمي نحن نسميها شورى إنت بتسميها علمانية وسميها علمانية هذا هي العلمانية بمعنى شنو؟ بمعنى فصل أمور الدنيا عن الدين مو في كل حال هذا ما نزل فيه تشريع علشان يتمسك النبي صلى الله عليه السلام فيه كذلك قيل للنبي صلى الله عليه السلام أن اليهود لا يفعلون كذا قال لا أرى أنه يضرهم أنفعلوا إراي يبقى الرسول عليه السلام مؤمن بقاعدة تجربة فيما لم ينزل فيه تشريع هذا لأنه لا يخالف العقل نحن اتفقنا أن الناس رفضوا الكنيسة ولفضوا البابوات لأنه كله يخالف الحقائق العلمية الدين لا يوجد شيء يخالف حقيقة علمية أبداً بل بالعكس مثل ما اتفقنا أنه قاعد يحض المسلمين أو يحض الناس على العلم والإنسان طبعاً يكون له قيمته اجتماعياً ودينياً مثل ما قال يرفعهم الواسف عنه وتعالى ولكن ما هي الأمور التي متفق عليها دينياً؟ هذه هي المشكلة يعني مثلاً في مجلس 2012 التفقى والنواب اللي كانوا أغلبية على إعدام المسيق تمام كان واحد منهم أبو أحمد لولا أنه كان عندنا مخرج علماني لكل فخر ولولا أنه كان عندنا مخرج علماني الحمد لله اللي هو المادة 79 من الدستور اللي تقول أنه ما يمشي أي قانون إلا إذا الأمير صدق عليه والأمير رده ليش؟ شنو كان السبب؟ شنو؟ الغلو في التشريع هاي هاي مخرج علماني هذا مثل ما قال رسول أنتم أعلم بشؤون دنياكم هاي مخرج مخرج علماني هذا عفو شنو توضيحكم لا لا أخوي ترى الحكومة صوتت معانا الحكومة بالكامل بالإجماع صوتت معانا اللي ما صوت معانا كان في بعض النواب من الشيعة وأنا أثرت هذا الكلام في لجنة الشيعية اللي أنا كنت عوضوا فيها الغريب أن المذاهب الشيعية على اختلافها ما تعطي فرصة الاستتابة لمن طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم عكس المذاهب السنية فيها نوع بعضها يقول لا يستتاب بعضها يقول لا ومع هذا في التصويت كلهم رفضوا التصويت الحكومة صوتت معانا لأنهم يدرون أن الأمير رح رده لا لا أنا ما دخلت في نواياهم أنا ما دخلت في نواياهم على كل حال ذاك الوقت لو كان حتى رده سمول الأمير وهذه صلاحية الدستورية إحنا كان ممكن لو لا أدف عمر المجلس شان طبقناه عندنا هذي من الثوابت ومن الأولويات أنك تطعن في محمد عليه الصلاة والسلام أنت تطعن في الدين بالكامل إحنا منين نقل لنا الدين ابتداءة من الوحي عن طريق النبي صلاة والسلام ثم بعد وثاة النبي صلاة والسلام نقل الصحابة العدول فأنك تسمح لواحد أن يطعن بالنبي صلاة والسلام أو بعرضه أنت خلاص أطلقت العنان بس بعد ذلك لو أذنت لي اليوم نحن نتكلم عن مسألة مثل ما كانت تتردد باستمرار الدكتورة أن هناك مشكلة بالتراث الإسلامي ترى ما زال باب الفقه واسع جدا وأيضا باب الإفتاء لأهل الإفتاء لأهل العلم ما زال عندهم الحق إذا كان فيه شيء خطأ ترى الناس بكل تجرد الذي خاف الله سبحانه وتعالى يريد أن يواجه مثل هذا وكثير من العلماء أثبتوا أن هناك خطأ في بعض الآراء إذا كان الشافع وهو الشافعي لما انتقل بالعلم من الشام بعد مكة إلى مصر تراجع عن بعض الأمور هذا أمر طبيعي وكل إنسان طالما لم يكن من الثوابت لكن دعونا اليوم نقول على المسائل هذه مثل التطبيق الشريعة وإن أعوذي مشارجي بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى خلقنا أهو أعلم بما يصلح لنا تعال من جوانب أخرى كثيرة يا أخوي أبو فهد دكتورة في 2008 صار في انهيار اقتصادي كبير الكل عالم منه أوروبا بدأت بقعدين كل العالم نعم اللي حصل أنه فيه واحد اسمه موريس آري وهذا فرنسي حائز على جائزة نوبل بالاقتصاد قالوا هذا وقتك شنو تعطينا قال أعطيكم أول شيء تسونا تخفضون الفائدة إلى صفر يعني ما في ربة والضريبة ما تتجاوز اثنين اثنين ونصف بالمئة الرجل هذا قاعد يتكلم عن الزكاة قال هل فيه شيء معين تقصده؟ قالي النظام الاقتصادي الإسلامي نعم انهارت البنوك إلا البنك الإسلامي إلا البنك الإسلامي في بريطانيا ظلموا تماسك تمام ظلموا تماسك عفوا ونتج عنا شنو إن صارت بريطانيا عاصمة الاقتصاد عفوا لندن عاصمة الاقتصاد الإسلامي تمام أنت تكلم عن دين يعالد جميع الجوانب في الحياة أن يأفصل الدين عن الجوانب الحياتية هذا أمر مستحيل ردت على هذه الجزائية هذه نقطة وايد وايد حلوة لازم نعرف أنك لما تقول مثلا نفصل الدين عن السياسة هذا ما يعني أنك أنت تقط التراث الديني بالمرة لا بالعكس طبعا الناس يظلون يتعبدون ويصلون الأشياء هذه كلها ولكن الدين نحن عندنا بالدستور الكويتي أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع فمعناته شنو؟ ومعناته من ضمن الحوض هذا اللي عندنا في أحد الأشياء اللي ناخذ منها اللي هي الشريعة الإسلامية فلو إحنا شفنا مثلا في يوم من الأيام أنه في حكم بالشريعة يناسبنا الحين مو لأن هذا الحكم بالشريعة ولكن لأنه هو الأفضل لأمور دنيانا حاليا فإننا نطبقه لكن بعدين لو شفنا أنه ما يناسب فإننا نشيله ما علينا حرج هذا هو الهدف هذه إن شاء الله مادة فيها خل أو عدش إن شاء الله رح نعملها تحديلها المصدر الرئيسي؟ بإذن الله هذه أومدت 79 ما ينفع الأمر ما يستوي يعني هذا رب العالمين صدقني إحنا لما ندخل ونقول بعضهم يقولي أخي مو وقته أنا لما كنت أدخل مجلس الأمة ولا النواب الإسلاميين مثل أخونا وعبد الله محمد هاي فينا محمد هاي لماذا أنتم لديكم هذا الموضوع؟ يا جماعة هذا ما شروعنا إحنا دخلنا أساسا لمبدأ هذا الأساس فيه تجلبه أحمد شنك؟ شنك مثلا تستخدم سلم علشان تصعد اللي هو الديمقراطية بعدين لما تصعد وتوصل تخرب السلم كله وتسوي الديرة بحيث مثل ما أنت تبي أنا بعدين لأيت عقوث ما قدر أصعد لا 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 عفوا أهو هذا ما راح يخرب هذا يقوم عوجاج موجود من وجهة نظرك؟ أكيد موجهة نظر أحد ثاني هذا الفيصل بيني وين تشفي المشاهد هو اللي راح يقرر نحن نطرح موضوعي أنا شكرت جدا على ذوقك وعلى أسلوبك لكن في النهاية أنا لما أعرض على الناس برنامج انتخابي وعلى ضوءة يتم التصويت لي ويدخل داخل مجلس الأمة بعدين شفت شون أنت تتخدمها كسلم لا الشورى يعني شيء أصيل في الإسلام هذه سورة كاملة اسمها الشورى بعد انهزام المسلمين مخالفتهم من إبيع صلى الله عليه وسلم في معركة أحد أول ما قال وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر لأن هذا خلاص يعني تستخدم الديمقراطية علشان بعدين تستبدلها بالشورى؟ بالعكس الديمقراطية هي جزء دكتورة ترى كل المثاليات اللي موجودة كل المثاليات بالكامل اللي موجودة في العلمانية في الأديان الأخرى ترى عبارة عن أغصان صغيرة من دوح الشريعة عمر بن الخطاب رغم سطوته وقوته أيها الناس سمعوا وأطيعوا قام لسلمان الفارسي قال لا سمعنا ولا طاعه ما رح نسمع أنت وزعت علينا كل واحد كمسلمين ثوب ثوب أنت رجل طوال من أينك ثوبين؟ طابعا هذا يواجه يسأل لو كان فيه سطو مثل الكنيسة كان طيارة وراسع على طوب قال إينا عبدالله سكتا وقال إينا عبدالله ابن عمر وقال ها أنا يمن وقال يقول لهم قال يا أبوي رجل طوال تبرعت لها بثوبي قال الآن نسمع يا عمر هذا الإسلام هذا الشريعة الحقيقة الحقيقية مو أن تستخدمه بس خلاص تصير مثل الأسف الشورى الشكلية لا تكون شورى ملزمة واضح واضح دكتورة قبل أن أخذ فاصل فيها عندك بس رد على هذه الجزئية فيه عندك تعقيب عليها واضح أنا أخذ فاصل قصير وبعدها راح أرجع بسؤال مهم جدا هو ليش إحنا نتوقع في العشر سنوات القادمة سيتحول أسامة المناور أو تيار الإسلامي من كان يطالب بالشريعة الإسلامية كمصدر المصدر الرئيسي في تشريعي لربما مدافع وهذه يمكن الحلقة قد تكون هي أولى الحلقات التي راح تكون يشوفها في الإعلام العربي في المستوى وهذا سؤال لك أبو أحمد بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم الدكتورة قاعد تلعب هجوم و أنت قاعد تلعب يمكن أن نكون في هذه الحلقة لكن الموجة القادمة ستكون بهذا الشكل يعني قد يصل فيكم الأمر بو أحمد أن عساكم تسلمون على مصدر رئيسي في التشريع ليس بعد الألف لامع و يمكن أن يكون مطالباتكم في المستقبل لا خلنا على حالنا و كذلك نحن راضين تمام تشوف هذا الشيء أو لا تشوفه طبعا نحن لا ندفن رؤوسنا بالرمال نحن أمام معطيات و متغيرات كبيرة جدا في المنطقة نحن جزء من هذه المنظومة يعني منظومة الشرق أوسط بالذات المنظومة الخليجية لكن في النهاية تعويلنا بعد الله سبحانه وتعالى على الشعوب يعني نحن هذا اللي يفرق بيننا وبين دول الخليج الثانيين لهم مطلق الاحترام و إذا كانت الكويت عين فكل دول الخليج هم العين الثانية بس احنا وضعنا يعني إلى حد كبير مختلف الناس بفطرتها تنزع تنزع مباشرة للدين ترى يعني كان فيه كلام جميل للدكتورة علي الوردي عالم الاجتماع أنا أصنفه مثل ما كان آينشتاين بالفيزياء ترى علي الوردي هو مثل مستوى آينشتاين بس بالعلم الاجتماع كان يقول أن الإنسان قد سبحانه وبالذات العربي كان يتكلم عن الإنسان العراقي قد أن يمكن ما يصلي بس ما يقبل أنك تسب الدين هذا أعطانا أكبر مثال الذي حصل في تونس بعد 2012 2011 خمسين سنة الحبيب بورقيبة اجتهد اجتهاد مطلق بن علي لا الحبيب بورقيبة خمسين سنة الحبيب بورقيبة اجتهد اجتهاد مطلق بالقضاء على كل شيء إسلامي يعني بالنسبة له كان فيه جزء ما يمنكر لأن ما أظن في الدنيا في شر محظ كان يجتهد في العلوم وفي العلم وفي محاولة رفع مستوى التعليمي لكن كان يبارز الله سبحانه وتعالى بحربة على الإسلام بصورة مطلقة مسك بعد زين العابدين بن علي وأيضا رفع اللواء يعني صرت أمام أكثر من جيل الجيل 33 سنة حوالي جيلين تقريبا مسحت الهوية الإسلامية منهم لما صارت انتخابات الجمعية التأسيسية وهي بالضبط مثل مجلس التأسيسي في الكويت هذا المجلس اللي راح يضع الدستور الجماعة اللي هناك الإخوان اللي هم حزب النهضة رفعوا بس شعر واحد قالوا أنا راح نطبق الشرع بتسحوا انتخابات أشوف الناس هذا اللي جيلين تقريبا كانوا مبتعدين ما ردوا واسقطوا بعدين ليش؟ لأن ما طبقوا لا هذا السبب لما طبقوا الشرع لا تأخذني أنا أقول لك الإخوان في تونس غشوا الناس لأن وعدوهم في شيء ولما انجحوا ما طبقوا الشرع لا أكمل لك لو سمحت لأن هذه أنا وقتها كنت عوض مجلس أمت واستضفنا عفوا النواب في البرلمانات الإسلامية وكان عندنا واحد من الأخوة من تونس يمثل حزب النهضة قبل اسئلة الله يجزا خير يا ربو عبد الله كان مجهز محمد هايف فوجه لها السؤال قالوا أنت وعدتوا الناس لأن الناس خرجوا عليهم في مظاهرات يعني تخيل شوف هذا عندك مثل ما قلت لك أو جيلين بالكامل ما كان لهم علاقة في التربية والتعليم الإسلامي تمام؟ لكن هذه فطرة الإنسان الفطرة السوية فأحنا ما أظن يعني للمستقبل لو صارت معهم الحكومة مع المطلقة ترامي لو صار أجهزة الأعلام لو صار الحكومة مع العلمانيين وكذا أخوي الناس بالنهاية يعني عندها حس ديني واضح بس هذه الجزئة مهمة لكي لا تجاوزها يهمني رأي الدكتورة ردت على هذه الجزئة أولا نتفق معاها على أهمية الدين للإنسان بشكل عام سواء شعوبنا العربية وغير العربية الجوانب الأخلاقية والاجتماعية الدين مهم الإنسان يحتاج هذا الجانب الروحاني يحتاج يشعر بالأمان يحتاج يشعر بالطمأنينة هذا شيء أكيد نتفق عليه ولكن بالنسبة لسؤالك هل ممكن يسلمون على البس الموجود الحين ولا يطمحون أن يغيرون الدكتور التحول من موقع إلى موقع لأنه فعلا التغييرات التي تصبح الآن في عالمنا بالخليج والدعوة إلى العلمنة ووصلنا من السفير الإماراتي في واشنطن عندما قال يوسف الاعتابة قال نحن نطمح إلى وجود شرق أوسط حكوماته علمانية ويبتدي فيهم أهم أول شيء وشفنا شواهد يمكن ممكن شفنا شواهد في المنطقة تخيل السعودية والإمارات التي كان بالنسبة حق الناس التي توجههم سلفي هنا أغلب من السعودية كأنها كمرجع ايه مرجع ومثال يطمحون أن نكون مثلهم فالحين هذا نفسه تغير ونحن نرى أشياء غريبة تحدث وتحولات وترتيبات وكذا أيضا أتفق معها مرة ثانية بأننا لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن المحيط الذي نعيش فيه لماذا؟ لماذا؟ المسؤالي الناس عارفة هذه المشاهد لماذا؟ الدول مو جزر منفصلة نحن كلنا مع بعض عايشين أي تغيير يصير فيه أي ديرة من اللي حوالينا نحن أكيد راح ندر دول الخليج ليش راحت بهذا الاتجاه؟ لماذا دول الخليج راح بهذا الاتجاه؟ مصالح استراتيجية البقاء في السلطة أي أن كانت ما شاء الله هذا واضح هذه صراحة صراحة من الدكتورة لا أظن كثيرين يجرؤون عليها أشكرتش أشكرت جدا لماذا؟ لماذا؟ لا أستطيع أن أضيف أكثر من ما قالت الدكتورة أولا لا أظن الإمارات يعملون على تغيير الإمارات لم يقالوا أنهم يطبقون الشريعة من الأساس لم أذكرنا في الإمارات قالوا أننا نتبنى تطبيق الشريعة إسلامية ترى نفسها دولة مدنية وعلى هذه المنواة مثل الكويتين؟ طبعا كما قالت نحن لدينا قوانين كثيرة إسلامية موجودة باقي جزء يجب أن يعدل بتعديل دستوري حتى نحمي الناس من قوانين في المستقبل تكون غير إسلامية هذا حق الناس علينا لكن يبقى أن مسألة هل هي وصفتها الدكتورة مصالح أو بقاء في السلطة أنا مثل ما قلت لك هذه ما المفروض أننا نغذب الطرف عنها اليوم هناك صفاقات ضخمة جدا قاعدة تصير في المنطقة تمام؟ ما أقدر كإنسان إن شاء الله ليه تفكير وأقدر أحاول أربط الأحداث ما أقدر أعزلها أنا أقدر ساعدت زيادة أبو أحمد إذا ما لكون هذا باتجاه التطبيع مع إسرائيل انتشار العلمانية يعني الله يزوى الضواب للتطبيع لا أنت عطيتنا فرصة نرجع الكويت داخل الكويت وموقف سمو الأمير الذي دائما يجعلنا نشعر بالفخر الله يزا خير كان قبلها الشيخ جابر رحمة الله عليه قال لو العالم كلنا سنكون آخر دولة ولما صار موقف رئيس المجلس مرزوق الغانم أيضا يشكر عليه اللي صار من سمو الأمير أنه بعث له رسالة معلنة أن هذا أيضا موقف الكويت لما أيد على هذا قد يكون فعلا مثل ما قالت الدكتورة أن هذه اشتراطات أو هذه ضريبة لازم تدفع موضوع السيارة وموضوع قيادة السيارة يمكن لما صدر أول مرة المنع أنا شخصيا كنت أقول ما أظن فيها شيء إذا كان عنده مثل الضابط اللي يحطينا للسعودية ما شاء الله شاسعة جدا ويكون في قلق على البنت إذا طلعتوا بروحها من مدينة إلى مدينة وكذا لماذا لا ترتبوا العملية هذه؟ أيضا اتفق تماما مئة بالمئة أنه على مسألة إدارية بسيطة تمام كان ممكن يطلع فيها قرار ويعدل بقرار آخر لماذا فتوى وبعدين فتوى أخرى؟ فأنتفق أيضا مئة بالمئة مع الدكتورة أنا سؤال لما سألتك دكتورة أن توجه دول الخليج للعلمانية كنت أعتقد بأن أنت تباركين هذه الخطوة يعني أننا أخيرا يعني صحينا ورح نتجه للعلمانية لا خلقوا لك لكن أخذتها بزاوية أخرى لا لا خلقوا لك يعني كأننا مو عاجبش التحول إلي لا مو عاجبني بقولك حقيقة الأمر إحنا من أول شيء بالمقدمة لما تكلمنا وقلنا عن قانون إعدام الموسيق وشلون يسموه الأمير رده وقلت هذا مدخل علماني إحنا دستورنا بالكويت على فكرة الكويت وتونس والإمارات كلهم عندهم بأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع فهذا يخلي لك مجال حق أن يكون عندك مدخل علماني تأخذ من الشريعة متى ما كان الحكم الشرعي يناسبك لأمورك هذه أو ما تأخذ فيه إذا كان ما يناسبك فهذا فإحنا عندنا أنا أعتقد في أي إشكالين من أن نطبق العلمانية حين تبقى العلمانية تباركين الخطوات الخليجية التي علمت المنطقة أشك فيها أنا أشك فيها لأسباب أخرى أشك فيها الدوافع الدوافع أي أنه يعني عجبتهم العلمانية يعني معقولة كل هالطريقة اللي عايشين فيها سنين وبعدين فجأة يعني الواحد يقول إحنا نبي نغير يعني الهم الواحد يعني يعني إحنا الكويت يعني عندنا هذا اتساق الشعب متسق مع نفسي يتدين لفترة ثم يترك تدين لفترة ثم يتدين لفترة ثم يتدين لفترة يعني متسق لكن في أشيائتي فجأة من الحكام أنا أشوفها يعني هالكويت هبة حتى فتدين يعني أتدين لفترة ولكن تعرف يعني مثل ثلاثين سنة كذا أو أربعين سنة ونرجع مرة ثانية يعني فهذا الشيء موجود بس أنا حبيت أقول إن الإمارات وتونس والكويت كلهم عندهم هذه الفكرة إن الشريعة يعني مصدر رئيسي للتشريع دين الدولة الإسلامية ردت على المثال التونسي إن خمسين سنة علمانية لكن الناس وصلت الإخوان المسلمين لأنهم ما طبقوا شريعة خسروا أوكي خلق أقول لك بالنسبة للإخوان المسلمين أشتغلوا عدل سنين طبعا ضدهم ومعاهم ولكن أقول الحق يعني أهم أشتغلوا سنين على الشباب والبنات في كل الدول دكتور عفوا في تونس كانوا مقموعين تماماً أغلبهم كان برا بس فشلوا لما وصلوا للحكم هذا الكلام اللي أنتقلت أبو أحمد أنا ما أقول لا ما زلت أقول هذا رداً على أن هي رأي الدكتورة لا أريد أن أتقوّل عليها لكن أيها تقول أنهم انجحوا لأنهم منظمين لا تونس ما كان لهم التنظيم في تونس أرفعوا هالرايا هذه لا لا أنا أقصدهم ليش فازوا عقب أنت تقول خمسين سنة من القد ليش فازوا تدري ليش لن أقول لك القاعدة الشبابية في كل دول الخليق مهيئة ما عندهم ما عندهم شوان فازوا بأصوات لأني قاعد أقول لك هم راحوا استعطفوا لأن رفعوا شريعة أيوة رفعوا لواء الشريعة الناس بفطرتها يا جماعة مثل ما قلت لك طبيعة أوكي يعني مثلاً لما يطلع واحد واحد ملتحي مثلاً سارق انت شايف شون تسلط الناس عليه عدل كأن استغفى الله صحابي ليش يسوي شيء أنا أقول لي تحمل نحن معصومين لكن الناس لا تنتظر منه جديد أيضاً هذا اللي حصل مع الإخوان بس أبي أقول لك شغلة بالنسبة لتونس لا طبعاً تونس حتى وإن كان أنهم يقولون شريعة مصدر رئيسي للتشريع هذا في اختلاف جذري بيننا وبينهم في تونس نظام الأحوال الشخصية والموارث يا جماعة ترى مختلف ما يجوز حتى للرجل بالزواج أن يتزوج أكثر من واحدة هذا مو مثل الكويت الكويت عندنا أرضية كبيرة جداً شرعية وعلى أطاري الزواج بالشيء يذكر تدري شنو أقل عدد بالسماح للزوجات في كل الكتب المقدسة طبعاً أقصد التوراة والإنجيل وكذلك فيدة اللي هما الهندوس في كتب كثيرة أقل شيء القرآن الكريم لأن اللي منع في اليهود مو التوراة عندهم يقول لك أن سليمان عليه السلام تزوج 700 بالنص ما فيه اللي طالع جوش روم بن يهوذة حاخام قال اليهودي تزوج واحدة الكنيسة هي اللي حددت أن الزوجة تكون واحدة مع أن في التوراة عفواً في الإنجيل مفتوح فيدة عندهم واحد تزوج 16108 في القرآن الكريم لك أربعة ومشروطة انتبه لك أربعة ومشروطة بالعدل واضح فقاعد أقول لك أن المثال في نموذج آخر ممكن لم يتوفق في الدكتورة لأن تونس مختلفة تماماً نعم بس غير النموذج تونسي وغير المثال تونسي العلمانية فما في عندنا أي مشكلة دستورية ويمكن إذا بتقابل بعدين دكتور محمد الفيلي أو غيرها بيكلمها هل عندنا مشكلة دستورية؟ لا لأن العلمانية يعني أنك تقدر تأخذ من الدين نحن دولة علمانية نسبياً نسبياً علمانية فما عندنا إلى المثال على ما؟ ما؟ ونسبياً ما؟ 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 أنت تتراجع؟ سأعطيك مثال لأن هذه مدولة علمانية لا أشتركها ما؟ وزارة التربية من نشأتها الي اليوم لا تخالي علماني اه عفنا متناناً عفنا عرفين من وقياة singer لا لا مو تشديد سالفة لا أبدا ما مزحك هلا وزير علماني يعني يوازن شوي الوزير هو اللي يقرر هو اللي يحدد السياسات هو اللي يحدد الخطط احنا اليوم مو من ضمن 700 جامعة في العالم هذا الشيء مؤلم يعني كل الوزراء كانوا علمانيين ويحرصون لازم الوزير التربيه علماني جربوا إسلامي يا أخي شوف يعني إذا حطيت إسلامي بالله شراح يسوي بوزارة التربيه شوف لازم يعطون فرصتهم دكتورة الإسلامي عنده مشروع يريد طبقة لا تحطون في بالكم بس إن الإسلامي يريد يضغط على الناس يريد يصادر حرياتهم يا جماعة إحنا عندنا مشروع كل إسلامي يصل عنده مشروع يعني أنا ذاك اليوم كنت تناقش مع واحد في دوانية قال لي أنا ونتفاجئ إن كنت قدمت قانون شنو كان القانون أنا لما دخلت المجلس أنا كمحامي عندي خبرة بسيطة يعني حوالي 22 سنة محامي أعرف إنه ما فيه كفر ما فيه غيطاء قانوني في الكويت يسمح للحكومة تعطي هبات وقروض ومنح ترى ما عندنا تدري شو اللي يصير مع مطلق احترام من المشاهد ولكم طبعا اللي يصير أعطوه من كنافة الأمير زهير هذا مخالفة للمنطق وللعقل يجمعوا للدستور الدستور حدد إنه ما يصرف شيء ماكو مصاريف إلا بقانون في الكويت ما عندنا إي بس هذا يعني ممكن تكون حتى أنت مو إسلامي وأيضا تنتبه حقاشيء ما العلاقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم نحن ندري هذا قاعد يقول شو الناس تعتقد أن نحن ما نتكلم في هالأمور أنا عارف يأكد هذا الشيء ولما رحت أيضا هذا الشيء طبعا أرد وأقولك أنا قدمت القانون أنا والدكتور الهطلاني ومحمد هايف والدكتور بدردهم وكان معنا الطريجي ما وحلنا المجلس أربع الشهور أيضا موضوع آخر لما رحت وقفت شفت أن اللي قاعد يصرف على الميزانية في الكويت 37% فقط بس أرجع لموضوع وزير التربية الإسلامي هذا هو الجوهر الحديث كان لديك تعقيب عليه هذا سؤالي ويقول أعطوا الفرصة حق الإسلامي أقول أوكي يعني شي يقدر يسوي للوزير التربية مثل ما انتقلت قيادات كوكل الوزارة وكذا هل هم كلهم علمانيين مثلا اللي يرسم السياسة دكتورة هو وزير التربية اللي حاسب المسؤول سياسيا هو وزير التربية نعم يعني أذكر رحمة الله عليه الدكتور أحمد الربعي وكان لما بالذات يظهر ويظهر في التلفزيون ويدافع عن قضايا الكويت كان شيء مشرف تمام وهو سمال هرم المقلوب رحمة الله عليه شنو أنجز أنا أقول لك أنجز لكم كل اللي تابونا منع الاختلاط صح؟ ما شيء لا 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 هذا مو إحنا اللي نبي هذا جزء يسير نزر يسير من مشروع شبير وهو سمال وهو خلعنا اللي إحنا نبي وهو شنو سوى كان يسميه هرم مقلوب يا جمعنا ما أطعنا بن دكتور أحمد دكتور أحمد رجل رحمة الله عليه وطني وطني ورجل ما أشك ما أشك ما أشك أن أعطى كل اللي عنده لكن بالنهاية كفكر علماني على نسق وسياق كل اللي صاره قبل شنو أنجز وزارة التربية من سيء إلى أسوأ مو بس بعهده بعد من ذاك اليوم رحمة الله عليه اليوم كم وزير مسك؟ فنأعطي الإسلاميين فرصة أنا أعتقد ما عليه لأنهم دائما مرتعبين من الإسلاميين أجرب خلنا أعطيه مو مجلس لهم أربع سنوات أعطي حق السلاميين أربع سنوات تدري ليش تدري ليش تدري ليش هذا الارتعاب لأنه ممكن أنك أنت تتعدى على حريات الناس يعني أنا مرة قرأت لك تصريح تقول أنا ما عندي مشكلة أني أقدم قانون بفرض الحجاب على الناس ما تصير تخيل أنت حطيناك وزير تربية أبو أحمد نزيل رح تحجبت الدنيا كلها أنا ما تصير ناشي أنت الحين افترضت أني أنا قلت شيء وبعدين أعطيك مثال هذا الكلام مصحي يعني هاي اللي أقول لك الواحد ليش يخاف كان في مقابلة مع الأستاذ عبدالوهاب هنا أعتقد أو عفوا في قناة أخرى وسأل سؤال قال هل بتحجمون العالم كان أقول لها ترى إحنا ما نخجل من تطبيق شراء الله سبحانه وتعالى ما قلت حين راح نفرض مثل هذا الأمر في بالنسبة لك لا يمكن وضوع الكنيسة كان هدم الكنائس بأقولك بجاوبك بجاوبك كان الكلام عن هذا أنت تريد دخل موضوع الكنيسة ترخوك أخو لا أعجابك اللي تذي لا أعجابك لا أعجابك لا أعجابك لكن كما أنك طرحت لأنني سمعت مرة الدكتورة أشارت له في إحدى المقابلات أولا على هذا تحديدا أنا ما قلت أنا اللي قال لي سألني سؤالها بتحجمون العالم قلت أنا ما أخجل من تطبيق شراء الله سبحانه وتعالى الآليات كإسلاميين يجماعة فيه لازم فتوى تصدر أنه لابد كل مرة عشان نحن نقدر نتمسك فيها أنا ما أعرف أنه من ناحية شرعية قانونية لازم تحجب الناس هذا أنا ما أعرفه تمام لكن ردي كان مو يناعم بفرض عليهم الحجاب فالكلام النقل ما كان دقيق دكتوري موضوع موضوع الكنائس إذا ما تبني بطارية عادي لا خلي الكنائس نقشة بعشون لا 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 نرجع نرجع معنا نرجع الموضوع اللي تبني الحجاب والنقعة أتخيل لو أنه أوكي يعني عطينا الإسلاميين فرصة وعطيناهم كل وزارات الدولة وكلهم يأخذون هذه الأجندة بأنهم عليهم واجب شرعي أنهم تطبيق شرع الله ما سنفرق إحنا عن إيران أهم النسخة الشيعية وإحنا النسخة السنية هذا اللي راح يصير يعني الدين ما يفرض غصوب الدين ما يفرض غصوب اسمحي لهذا فساد كبير بالاستدلال وين اللي تبني تطبيق الشريعة وين حكومة الملالي أنا قبل لا أدخل يعني لما كنا قاعدين بالاستراحة كنت قاعدة أقول أن الشيعة العرب في إيران يشعونهم الطهدين ليش؟ إحنا قاعدنا معاهم أرجو من الكل يدخل يكتب وساما لمناور كوبنهاقن أنا شاركت معاهم في مؤتمرات اللي هم الأحواز هم شيعة يرونهم الطهدين الإيرانيين الموضوع الله سنه شيعي لا 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 الموضوع شعوبي الحكم الموجود عربي فارسي هناك قاعدين يقمعون الشيعة العرب يعني هم شيعة يقمعون التركمان معنهم شيعة إزاي بس بعد ذلك لا بدع للحجاب وفرض لا 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 ما أعطتني فرض يردت لا لا أنا أقصد ما لنشغل إذا كان داخل إيران هناك اضطهاد لبعض الأقليات وكذا ولكن أنا أقصد فكرة أنك تفرض شكل معين فرض على الناس لا لا ما علي هذا يعني أعتقد أن غبن كبير بالشريعة الإسلامية أنك تكلم فيها عن جزئيات كل أمة من الأمم تمر بمرحلتين الأوج والحبيض عدل راجع تاريخ الأمة ما في مرة من المرات أعز الله سبحانه وتعالى الأمة إلا لما رجعت للدين بعامية اسمحوا لي أتكلم بأريحية شوي إحنا كعرب قبل محمد أي صلى الله عليه وسلم إحنا شنو يعني إحنا شنو كان في حضارات مثل فالس مثل الصين مثل هند مثل بيزنطا مثل عدل مثل حتى الحبشة ما كان لنا قيمة أبدا علشان شدي عمر رضي الله عنه يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى بتغين العزة بغير الإسلام أذلنا الله ارجع حق المراحل لما نكون في الحضيظ مثل الوقت الحالي نكون بتعدنا كل الوعد عن الإسلام لما نكون في الأوج يكون لموجودين نحن نكون في الحضيظ لا لا بجاوب الأوروبيين لما بتعدوا عن دينهم نحن نظام العلماني أوروبيين صيليين عبانيين ألمان أي إن كان الأنقلي أمريكان أنا فصلت فيه نحن أيضا ما تقدر تقول لأن الديمقراطية هي العرضتهم مثل هذا التطور بس العلمانية كانت هي البوابة الأولى ما تقدر حتى لي سبب بسيط اليوم العالم صناعة صينية هل عندهم بعض علمانية السالفة مو تشذي هي السالفة مناهج عدل تبنوها كمنهج تجاري كمنهج عفوان اقتصادي كمنهج كذا ونجحوا نحن أنا أعتقد ما لا علاقة الدين لا لا ما لا علاقة العلمانية هي ربطت العلمانية هذا الدين مسيحي ويهودي مسلم أي أنك أنت قلت مساء كلمة أنا أتمنى الكثير يقف عندها أنت قلت في أوروبا الناس ترى متدينين علمانية متدينين بعضهم لا كلامك 100% صحيح تدري ليش أنا أعتقد أني قال وأعتقد أني متابع اللي صار في أوروبا أن الناس بعد يعني خلق إله جديد لهم اللي هي المادة اللي هي العلمانية كانوا في حاجة لشيء روحي فعلا ماشي نجحنا صار في تطور صار في صناعة صار في كذا الناس عادت مرة أخرى بصياغة جديدة طبعا الكنيسة ففعلا صار في ناس في علماني مسلم متدين أنا أنا ما أتصور أن يكون مسلم متدين علماني أنا ما أتصور أنا ما أتصور أنا ما شفت خلني أشوف خلني أشوف يبعض هذا هذا الفيديو يمكن تغير رأيك أبو أحمد خلني أبي فيديو أردوغان أجد صعوبة في فهم سبب تفسير العالم الإسلامي في الربط بين الإسلام والعلمانية قمنا بتأسيس حزبنا قمنا بتعريف للعلمانية وقد عبرت عن ذلك عندما قمت بزيارة مصر بعد تولي مرسي الحكم وحضرت في مبنى الأوبرا في القاهرة وقد تحدثت عن الإسلام وعلاقته وصلته بالإرهاب كيف نصف الإرهاب؟ أولاً الأفراد لا يمكن أن يكونوا علمانيين الدولة تكون علمانية هذه نقطة مهمة والعلمانية تعني التسامح مع المعتقدات كافة هل هذا مخالف للإسلام؟ ليس مخالفاً للإسلام أنا أعتقد هنا يدخل الكنيسة العلمانية يقول لك والتسامح مع أن الدولة نفسها هي العلمانية وليس الأشخاص والتسامح مع كل الديانات أختصرها بنقطة أبدأ مع أبو أحمد لكن الفيديو كان رداً على افتراضية أن لا يوجد هناك مسلم متدين وعلماني في نفس الوقت أردوغان في مقابلة للعربية لست علمانياً فأنا مسلم والعلمانية تضمن تدين الأشخاص قال إنه يطمح أن يكون جيشها الأكبر في العالم أردوغان تركيا لن تتراجع عن العلمانية العلمانية ضمانة لديمغراطية في أبو أحمد طبعاً أنا لا أردوغان كلامة هذا منبي بالنهاية منبي هذا كرام راية ولكن نموذج ناجح نسبياً تركيا لو أذنتي أولاً أنا لا أجد حرج أبداً إذا وقفت أمام مسألة وارتأيت فيها أن الحق غير لأنا أردوغان تراجع عنها فولتيري يقول الجاهل فقط هو الذي يتعلم ولا يتغير أنا لا أعندي مشكلة أبداً لكن أنا الذي أعرفه أن أردوغان قاعد خصص حق كل طفل يحفظ القرآن جائزة خصص ويقولك ترى أنا علماني خصص حق الأطفال الذين يصلون لمدة أربعين يوم جائزة له وقاري أنا علماني قاعد يحاول يحارب فكاهي تضبط إنها قصدي لا 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 هو لازم يقول هذا أنا أظن أنه مدفاعاً عنه أنا قاعد أقولك في البداية هو مو نبي وليس لك الكلام صحيح ممكن تصرفاته صحيحة لكن بالنهاية أهو يجب عليه أهو فيه تحول خطير يعني أهو من 1923 متى حكم 2008 2006 أمام وجيل حوالي أمام قرن الرجل يحاول يوازن ما يقدر يقول لهم فجأة أو أنا ترى الإسلامي وراح نحارب العلمانية أو كذا على عدن المأخذة بهدوء ما يقدر يغير اسم مطار أتاتورك راح أنشأ أكبر مطار في العالم باسم مطار إسطنبول ما يقدر القصر اللي موجود فيه أعترض كان يحمل اسم أتاتورك راح بنا يما قصر اسمه قصر الحكم أو البيت الأبيض أو القصر الأبيض لأنه قاعد يتعامل مع واقع ما هي بيعطي يعني مبررات حق الثانين وبالنهاية هذا راية يعني أنا وفق ما أفهم من المفهوم اللي حتى قاعد تستعرض فيه للدكتورة صعب جدا تجد يعني تجد علماني متدين ما أظن أن ترهم ما يصير في بون شاسع بيننا أنا ما شوف أي إشكالية أن يكون الشخص علماني ومتدين يعني يصلي ويصوم ويحج ويزكي إذا كان طبعا مسلم أو أيدي يأدي كل الواجبات اللي عليه والنواف ولكن لما أتي الأمور عند أخذ قرارات يعني حتى أردوغان مثلا وهو طبعا أردوغان سياسي وقاعد يلعب سياسة والناس اللي قاعدين يوصلون إلى الحكم وهم الشباب والشابات اللي أغلبهم يعني المسلمين وكيفة لذلك شقول والله أنا أعطيك قاري إذا حفظت القرآن وإذا صليت وإذا كذا هذا طبعا قاعد يلعب سياسة لكن لما أتي المسألة مثلا على علاقة أردوغان بالأكراد والله يذبحهم يعني بوقت السياسة تصير سياسة ووقت اللي مثلا هو الحين يحتاج أنه مثلا يعني مثل ما تقول يروج لأفكار يستخدم هذه الأشياء البسيطة تعم دكتورة أنا ليش أقول هذا الكلام لأن أنا عندي نص وإحنا يعني كمسلمين نقف عند النص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قضية الأمر الذي فيه تستفتيها نحن وقفين عند النصوص الشرعية أما الجزء الآخر نحن متفقين محل اتفاق يعني أنتم أعلم بشوء دنياكم أنا أراجي لا أنا أراجي عاد هذه مواضيع مختلفة نحن عندنا مثل الحين لو افترضنا أن نسمعنا صرفه كلنا راح نلتفت لأن هذا أمر حقيقي واقع لكن شنو سببها كل واحد عاد واطلاقاته ومخيلاته عدل نحن أمام النصوص ما أردنا أن نحن مختلفين هذا يعطيك النص أنه لا ترثم حتى النصوص عليها يعني تعرف القرآن حمال أوجه والنصوص كلها حمالت أوجه يعني وهذه الإشكالية اللي العالم الإسلامي صار لألف أربعمائة سنة عايش فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى ما تجدين مثل هالاختلافات بالتفسيرات في المسائل الثبوتية مثل الثوابت ما تجدينها ما تعطيني شيء واحد عندنا آيات محكمات هنا أم الكتاب وأخرى متشابهات صحيح بس المتشابهات كثيرة ما علي هذه علشان الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم معجزاته أنه ما فسر القرآن بالكامل تمام لأنه خلاص كان يصير مقيد هذه لكل زمان تلقى في الفقهاء يعرفون إذا نزلت إحدى النوازل يجتمعون ويشوفون ويعرفون لا والله هذه تصلحي زماننا مثل ما قلت مساء الشافع وهو الشافعي غير بعض فتاوى السؤال الأصلي هل من الممكن أنك تجد شخص حتى نفرض نهو كويتي ومتدين ولكن أيضا يطالب العلمانية هل هذا الشيء ممكن أين المستحيل المستحيل لأن مبدأ العلمانية مثل ما اتفقنا فصل الدين عن الدولة وهذا اللي الرسول أساسا رسخها لما قال ألتم أعلم بشؤون دنياكم دنياكم بالأمور الثانية بله السياسة شن هي غير دنيا لاحظ السياسة شن هي مو تشري السياسة تدري شن هي قطعة الأرض اللي عايشين عليها هي البشر وهي قطعة الأرض المحيطة فينا والبشر هناك دول هذا شكل الدولة تدري أنت وفرت عليه وائد دكتورة هذا مادي عالم مادي أنت يعنتيني على نفسك دكتورة باب أحمد في العالم المادي المفروض نلجأ لما عندنا مشكلة نلجأ إلى عقلنا كيف نحل نحن عندنا مشكلة مدين ما يخالف العقل ما أنا أقول لك عندنا مشكلة مثلا ندخل قوة كافرة وقوة مشركة تحررنا بعض الناس لإخوال المسلمين قالوا شذي ذاك الوقت نزين ولكن شلي صير آخر شي ينتصر الصوت العلماني وأقول لك شي حتى لا طبعا لا 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 ما انتصر الصوت العلماني اللي صار أن هيئة كبار العلماء في السعودية أعطت فتوى وهل نحتاج دائماً فتوى علشان نعيش لا لا خلأ أقول لك شي لا يجل أنت عزيتي الأمر سعودية نفس الشي بالمكة دخلنا منه القوات الفرنسية علشان تحرر الحرم أنا ما عارف هالمعلومة لا سمعت عنها صج لا ما كان فيه مصدر لا لا يتداولون مو صحيح لا ممتدأ شوفوا يوتيوب تصوير شوفوا دكتورة ما علي أنا مساء قاعدة أقول لك تصوير فيديو كان زين عندكم تحطونا أنت دكتورة قاعدة أقول لك من غير قصد عفوا ما هي النقطة التي تتكلمين فيها قبل هذه الصوت العلماني انتصر في تحرير الكويت لا ليس هذه هذه أنا قلت لك أنها صدرت فتوى من نهاية كبار العلماء السعودية وليس هو عليها خطأ صحيحة الفتوى لكن كانت بالنسبة له مرجع ليس صوت علماني نحن النقطة التي نقول أنه لا يوجد مشكلة أن الشخص يكون متدين ويطالب بفصل الأمور الدينية عن الدولة السياسة وأن السياسة تأمور الدولة أول كلام تكلمت بالضبط عن شكل الدولة تعرف من أول من وضع أول من وضع حدود لدولته وضع لها راية وضع سفراء بالشكل الحديث للدولة كان نبي عصوت السلام هو أول من أرسل السفراء عدد الحدود وعقد الاتفاقيات وحط شكل راية دستور دستور يمشي عليه تمام يمشون على الناس فمسألة أن كل أمور السياسة لا لها علاقة في الدين يا جماعة ما يصير هذا شيء ولكن محمد هم هذا سؤال هم للرسول لما وضع هذا العلم وقسم ووضع السفراء هل كان يعمل هذا الشيء بصفته النبي أم بصفته يعني القائد السياسي هم لازم نصر ما بين الصفتين لا لا هذه كارثة دكتورة ما تقدرين تفصيل نبي عصوت السلام هو كان هو كان القائد عسكريا هو كان يخوض الحروب يقودها سياسيا هو اللي كان يجري المفاوضات ويرسل مندوبين عنه عفوا بالاتفاقات بالصلح كان هو اللي يجريها تلحين إيران نفس الشيء ولاية الفقه ومن اللي قاعد يحكم اهي امتداد ولا أمال 12 هاي نفس الشيء دكتورة قتلت وضع إيران مختلف تماما يدعون هم يطبقون الشرع ما لهم علاقة بالشرع أنا أعتبر إيران دولة مسلمة حالها حال كل الدول المسلمة الأخرى أنا أطالب أن تترجعين تقرين في المجال هذا لا لا يمكن فاتش كثير بهالموضوع أنا بالنسبة لي الشيعة أيضا مسلمين حالهم حال أتفقنا الحقائق ما فيها بالنسبة لي أنت يا مهم واقع يعني شون الشيعة أنت تشوفهم لا ما تتكلم عن شيعة تتكلم عن إيران المثل اللي قاعد تضربينه هذا المدولة ليش مدولة؟ لا طبعا هي بها الشكل هذا ما هي دولة إسلامية بكل حال من الأحوال أصلا 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 إصابة استولت على الحكم هناك أصلا عصابة شعوبية يا جماعة ترى اللي كان عدد اللي قتلهم أول ما مسك الخميني ترى يا جماعة عدد مرعب وما كان فيهم سنة ما كان لا علاقة هذه عصابة استولت على الحكم هناك وتطرح مشروع تعتقد أو تدعي أن الإسلامي ما في أوثق من المثال التركمان مبطهدين لأنهم تركمان صارت حرب بين أذربيجان وأرمينيا الأذريين شيعة لكن يرى ما وقفت معهم يرى أن دعمت أرمينيا ليش؟ لأن الأذريين عرقيتهم تركية الناس شعوبيين ما لهم علاقة ومع هذا نقول لا هي دولة إسلامية إذا الكلمة تقال لمنجرد القول عشان استشد فيها أبني عليها شيء ثاني ما أبنيها على باطل هو باطل نزيل عطني مثال عن دولة إسلامية غير إيران لا داعش مثلا لا داعش ما هي دولة ما عمره ما كانت دولة هم سمّوا روحهم الدولة الإسلامية هل لأنهم سمّوا أنفسهم أنا أخضع بخاصهم ودولة نزيل داعش مو دولة نزيل عطني دولة بس وحدة نظامها إسلامي غير إيران لا ما علي السعودية تعلن أنها دولة إسلامية لكن أنا قاعد أقول لك ما في الكمال إلى اليوم إحنا كنا في الكويت كان ممكن نكون أفضل الدول اليوم مع أول ما يصير هزة يقول السمع والطاعة لولي الأمر إحنا نطيع سمو الأمير بالذات إحنا اليوم والأيام كنا أعظام جسمة لنا بايعناه وهذا بايع في أعناقنا لكن واقع الحال اللفظ المصطلح كولي أمر إحنا عطيناه يعني أقصد أن إحنا حوالنا نسوي في الدولة وقلنا يا جماعة هذا أساس شرعي يعني علشان يكون أساس شرعي نعم إحنا ما ينقصنا في الكويت شيء وهو ولي أمر لكن علشان تبه ولي أمر اللي باستمرار تقعد تستخدمه لا تحاول شوف مثل هذه أبو أحمد مثل هذه الناس يحاولون دائما أول الجهات يحاولون يخاطب فيك الجانب الديني ترى هذا ولي أمرك أي ولي أمر ما راح أصي تمام هذه هي النقطة لكن اليوم الإسلام مو خطأ لما يكون تطبيقه خطأ يعني أنا لو شفت مني شيء سيء مثل ما قال الحمد ديدات لو شفت مني شيء سيء مو لأن الإسلام في نقص لا أنا سيء لا تربط الإسلام لا ما عندي دولة نموذج اليوم نموذج إسلامي مئة بالمئة نقول يا جماعة هذه إحنا قاعدين نحاول نسوي شيء بالكويت زينا أبو أحمد أنا عندي سؤال بما أنك أنت محامي هل مصطلح ولي الأمر موجود عندنا بالدستور الكويتي ولا بالقام أشلون تطرح أشلون صاحب السمو مو أنا اللي قلت قاعدة أقولت مو أنا قاعدة أقولت الجهات الحكومية في كل مرة يقول دير باك لازم نطيعون ولي الأمر نحن بالنسبة لها نطيع نحن بينها وبينها بيعها وحتى ككويتين نحبها الحمد لله بس المصطلح نطيعها لأننا نثق بحكمتها خصوصا الحين هذه بالأزمة الأخيرة الخليجية يا دكتورة مو أنا اللي قلت أنه ولي أمر نطلع من هذا المحور ناخذ فاصل وبعدها نستكمل الحديث نحن لدينا شريعة تحكمنا دولة الكويت هي دولة مدنية هذا يعني شيء لا شك فيه ولا رجعته فيه في عندنا مشكلة صارت بالثقافة الإسلامية ما نقول بالإسلام مو المشكلة بالإسلام بس بالثقافة الإسلامية الموجودة الحين هذا يبيلها إعادة نظر يبيلها غربلة مو معقول شباب لحد الحين يطلعون من دولنا من اللي كان أمس يقول لليوم كاتبين واحد كويتي نضم إلى داعش كان يدرس بالبحرية في بريطانيا ونضم إلى داعش وهذا سعودي لا في عندنا مشكلة وإني أدعو زملاء النواب على التوقيع على طلب تعديل المادة 79 من الدستور عبدو لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل المحور الأخير بس قبل لا أدخل فيه وهو تطبيع مع إسرائيل أبو أحمد تطلقنا لموضوع التصريح السابق لك بهذا من الكناز من حقك أنك توضح للناس دام مننا ذكر لأني ما رديت عليه هل تريد عليه أو ننتقل لا لا إن شاء الله على عجالة 2016 آخر 2016 في عمدة في أقصى شمال هنغاريا المجر قاموا هدم مسيد أنا ما شفت ولا واحد عقب عليه ولا واحد عقب عليه ماشي يمكن عشان بعيدة هنغاريا ممكن ما حدره عننا أصلا ماشي الخبر انتشر في 2011 أو لا والله 2013 قام مهندس في الصناعات العسكرية سويسرية بطلب إجراء استفتاء عام المواطني حقله إذا جمع عدد من الأصوات يستفتاء عام لكل شعب السويسري نعم أنه يمنع فيه المآذن ويزيلها نجح الاستفتاء ومنعه المآذن ولا واحد علق عليه يمكن علشان شوي أبعد سويسرة لعلم ترى هذا الرجل اسمه المهندس عندما رأى أنه نجح قال بس حين نتقل حق المرحلة الثانية أخذ المصحف قاعد يقلب فيه أسلم أسلم دخل الإسلام فهذا أفضل من كثيرين يتغافرون عن هذا عندنا في الكويت هودمت عشرات المساجد يا أخي يعني مسياد شينكو خلالناس قاعدين يا في تشبد يا مناك يا مناك خلنا لا 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 هذا مخالف القانون تدري كم كنيسة عندنا في الكويت عندنا فوق الثلاثين بشوي تدري كم مرخص منها هي كنيسة واحدة لا 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 فوق الثلاثين و هذه المشكلة الناس ترى جانب واحد اللي مرخص منها حوالي ثمانية فقط طيب لأيش ما تعملها يمكن ما وضعت على أملاك دولة يمكن بالنهاية هو يقولك عن الترخيص لا لا هي على أملاك دولة هذه اللي ممرخصة أغلبها على أملاك دولة نعم وأذكر الله يذكر رب الخير الأخ عاد الفلاح كان وكيل وزارة الأوقاف واجتمعت معاه لما كنت عضو قال بك تسحب السؤال يعني ترحي ملزم عليه قاعد أقول لا عطني خلالناس يعرفون كم عدد الكنايس في الكويت و كم منهم مرخص الناس يعني تمسك القشور فقط وتأخذ لك طرف الموضوع هذه كانت نقطة حبيتها يعني ما طالبت هدم الكنايس وهتم تحريف ما كان هذا ما كان هذا المظموم الكامل أو على أقل هذا جزء من الحقيقة وفيه فيه تعليق عليه دكتورة لا بس يعني لفت انتباهي إن شلون وزارة الأوقاف طبعا دائما يمسكونها إسلاميين ومع هذا يعني يعني يقول عن التخبط مثلا فيها والله يهدمون شلون مسايد الكيربي ويمخلين الكنايس المخالفة يعني ما شكتو الله يمكن من أنت متابعة يمكن من أنت متابعة دكتورة آخر واحد مسك كان الأخ يعقوب الصانع والذي بعده الجبري ولا واحد فيهم مثلانهم عايشان ما حق يحطينهم أقلابهم ما دريعهم سيئ لهم موضوع ذكرتوا بأن المشروع العلمنة في دول خليج هو بوابة للتطبيع مع مع إسرائيل وفي دول عربية منطبع مع إسرائيل مع أو أو ضد أن دول خليج يعني تنضم لهذه المجموعة المطبعة نعم وأنا أعتقد في إشكالية كبيرة إحنا عندنا هنا تخيل إحنا ترى الكويت هذه منظمة التحرير انطلقت من عندنا وكانوا يعني سنين عايشان عندنا خليمة الغزو ومواقفنا يلا حد الحين تصريح سمو الأمير الأخير إنه إحنا هذا موقفنا وكذا فهذا طبعا بعدين غير نفسيا الناس أصلا مو متقبلين وجود إسرائيل في الوطن العربي يعني هذه إشكالية لا تتكلم عن الكويتان تتكلم عن المنطقة المنطقة والله شكلها رايحة حق التطبيع من صالحنا هذا الشيء ليحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي اللي يعني صرر حين فوق أنا أعتقد الصراع في الشرق الأوسط يعني مثلا والله سوريا ولا لبنان ولا اليمن ما علاقتها بإسرائيل بالظل الصراع في الشرق الأوسط حال حال الصراع في أي مكان ثاني هو صراع حول السلطة وحول السيادة وإننا أعتقد أننا إذا قبلنا بإسرائيل والله بيصير سلام في الشرق الأوسط ولكن هذا كلام إنشائي وقال تتحالفنا مع إسرائيل ممكن نقلم أيادي إيران في المنطقة طبعا هو واضح أن هذا الشيء المطلوب أنه على أساس مثلا بعض القوى الخليجية تصير مع إسرائيل والطبع على أساس أنه مثلا يعني ممكن يضربون حزب الله يقضون عليه أو كذا يعني وبالنهاية ليه شيء لمصلحة من مصلحة إسرائيل أو مصلحة دول خليج نعم مصلحة استقرار المنطقة بشكل عام خلص ننتهي من هذا يعني نحن لازم نكون حذرين من عدم الاستقرار اللي نحن عايشين فيه نعتقد نحن لازم نكون حذرين هنا وأنا أعتقد طبعا موقف سمو الأمير هو أكثر الحكام حكمة الآن حاليا خصوصا لذلك من التزمين في نفس الحذر يعني ما نقدر الكويت دائما تصرح بأن وهذا موقف الرسمي نحن ضد التطبيع لا لكويت ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل يعني المبدأ معناها شنو؟ معناها كلا طبعا نطبع إذا اضطرينا إذا اضطرينا بس مو لأم يبلمية ما كان عمر ما كان رد بالسياسة ما في لأم يبلمية أن هيئة كبار العلماء في السعودية أفتوا بجواز دخول الجيش الأمريكي لتحرير الكويت هل ممكن أن يتم شرعنة التحالف مع إسرائيل لضرب حزب الله مثلا؟ إذا هيئة كبار العلماء وهذه أستبعدها تماما تماما عاطت الشرعية لإقامة علاقات مع إسرائيل تتكلم عن كيان صهيوني يقتصد فلسطين يحتل فلسطين أرض المسرع ستفقد كثير من مصلاقيتها أو مشروعها للدولتين و من أهليتها شوف طبعا حديث عن نبي صلات السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام و مسجدي هذا المسجد النبوي و المسجد الأقصى هذا قيمة الأقصى عندنا ما تملكها فلسطين ولا تملكها منظمة التحرير أقصد الفلسطينيين هذا حق إسلامي أصيل لكل مسلم حق فيه من يريد أن يتنازل عنه؟ هذا خاص صار أمر واقع وجود إسرائيل تخيل البعض قال عننا نحن ككويتيين يعني بالفاصل تقول الدكتورة ممكن واحد يصبح بيوم يتغير كل شيء نحن للأسف أصبحنا في يوم لقلنا نفسنا تشري لو بعض الدول قال لك خلاص صار أمر واقع و خلونا إحنا شعورنا وهذه قيمة الكويت ككويت عندي أهم من فلسطين لكن الأقصى أهم الأقصى كأقصى أهم هذا أرض المسجد فالفلسطين شنو يكون وقع الأمر عليهم إحنا شنو يكون وقع الأمر علينا ككويتين إحنا يمثلنا بكل فخر و نقولها برأس مرفوع الله يزي خير سمو الأمير على هذا الموقف الحاسم الحازم وهذا لأنه سبحان الله لأنه منطقي يتوافق مع المنطق و مع ثطرة المسلمين تمام تلاقي اليوم و أروح في كل مكان و نقول أنا كويتي يعني قليل إذا الناس ما شاء لك و نحن قاعدين نسوي هذا أنا إن شاء الله يقول أنه أولا من جانب ديني شعي ما يجوز تخلي عن الأرض الإسراء ثانيا هذا أيضا موقف قومي عربي أيضا ما نعزله أنا كنت هذا اللي بظيفة يعني كلامه صحيح يعني مو بس أنه فقط أو لموجهة نظر إسلامية لكن حتى الناس ترى يعني العرب فيهم الكثير من المسيحيين صحيح و نفس الشيء و ما ضد التطبيع يعني بعضهم فأهي أعتقد هي المسألة يعني الانكسار العربي لهذه الدرجة يعني وصلنا إلى أنه مو بس تنزرع دولة و لو نعترف فيها و نسوي علاقات و كذا بس شو نسوي احنا نضل الشعوب نعم ماضح أبي أختم في سؤال الأخير رسالة أخيرة لمن يسيء فهم العلمانية أنا أتمنى يشوفون الإجابة في البداية بأنه ممكن تكون إنسان ما زلت عند رأي إنسان متدين أي أن كان دينك مسيحي ولا مسلم ولا أي أن كان وملتزم بكل الواجبات اللي عليك الدينية ومع ذلك لا تتدخل الحكم الشرعي لما تتكلم عن الدولة و عن السياسة لأن هذه تخص حياتنا اليومية و أنا أعتقد أن هذه لها أسس من الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم وحتى عندنا أسس دستورية الدستور يعطي المجال حق أن نحن ناخذ بأمور غير شرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم أبو أحمد فعلا نفس على نفس تمام ماضح سؤالك نعم واحد كان من الأعراب في البر قال سمينا عن رجل خرجه يدعو إلى الدين طبعا كان سامع بعد ما دش النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دزخوه رد قال وجدت رجلا يعلم أصحابه اسمع الكلام من كيف يفعل الرجل أجلكم الله بالخلاء شوين سيبه بروحه يعني يدش ويغسل ويتنظف ويتطهر إلى كيف يضرب العنق حتى في القتل لا تقتل الناس غيلة لا تقتلهم تجرحهم وتأذيهم الدين اللي علم من الألف إلى الياء يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقنا همل ما خلقنا تشذي عدم المآخذة هذا أجل الله مني سمعناك بالحضور هم الحيوانات اللي عايشين بدون وجهه تمام نحن رب العالمين لأنها خاتمة الرسالات ولأن خاتم النبيين ما أعتقد أنه ترك شيء وقعت عاد الأمور الإدارية الأمور الفنية الأمور كذا ما أعتطور الزمن هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وعلمين شؤون دنياكم وإزاكا كل شكر لك المحامي وسامة المناور وكل شكر لأستاذة الفلسفة جامعة الكوة دكتورة شيخ الجاسم مشاهدين الكرام انتهت حلقة اليوم شكرا لكم أسبوع لي أسبوعنا على خير شكرا لكم اشتركوا في القناة